دولي يوزا مالك هنتظموا فيه التدريبات الخميس وده بقى يوم الخميس يعني الدوليين رجعوا النهار دا الاتنين هياخدوا اجازة 3 و 4 يعني بقيت الاتنين وال3 وال4 وعكذا هتمرنوا الخميس والجمعة تدريب خفيف وهيدخل مجموعة منهم مطش السابت ممكن ما يكونش كل اللعيبة وهنا ابو جبل هيرجع الطبيعي ان ابو جبل يلعب قد يشارك عواد في المطش اللي جاي على اساس ان ابو جبل ممكن يكون عنده اصابة اجهاد ممكن يخافوا عليه ممكن يلعب في المباراة اللي بعد كده امام سموحة في الدوري المصري بعدها بتلات تيام يعني نلعب السابت وبعد كده يوم الثلاثة عندنا سموحة في اسكندرية يعني نتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق اللعيبة الدولية اللي هتنضم ابو جبل والونش محمود علاء واحمد فتوح وامام عشور واحمد سيد زيزو وعلى فكرة كل دول لعبوا في البطولة فيش لعيب ما لعبش فيهم وكل دول اكتسبوا خبرات وكل دول اكتسبوا ثقة ونجومية فان شاء الله يكون لها تأثير قوي مع زمالك بعد عودتهم لان اللعيبة مؤثرة جدا بجانب ايضا اشرف بن شرقي ورزاق سي سي اللي دخل الفورمة ان شاء الله بإذن الله وطارق حامد اللي هيعود مرة اخرى للمبارايات بعد طول غياب ان شاء الله الزمالك يكون جاهز في المباراة القادمة طيب عايز اقول لكم كمان ان الزمالك نقل تدريباته من ملعب عبداللطيف ابورجيلا لملعب نادي دريم لاند هنا في 6 اكتوبر هيقعد يتمرن لغاية ما يخش المعسكر وده بسبب ان الملعب عبداللطيف ابورجيلا بيستعد لانتخابات نادي الزمالك ولا تقام يوم الجمعة القادم بإذن الله ان شاء الله ولا تصفر عن مجلس ادارة منتخب لمدة 4 سنوات قادمة ربنا يولي من يصلح يا رب ان شاء الله ويولي من يكون مصلحة الزمالك معاه بإذن واحد احد واتمنى من جماعية العمية انها تختار الأنسب والأصلح ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية نروح لخبر آخر ايمان حفني ينتظم في التدريبات الجماعية وتمثل حفني للشفاء من الإصابة اللي كانت يعاني بينها شد في العضرة الخلفية وعايز أقول لكم ان كابتن ايمان حفني حينتهي مشواره مع نادي زمالك بنهاية هذا العام يعني آخر سنة لأيمان حفني بعد ما تم تكريمه وبقاءه وعودته للزمالك بعد رحيله للمقاولين جي في يناير اللي فات وقعد تم قيده وخد الدوري مع زمالك وأحرز هدف في المباراة الاحتفالية لكن أيمن كبر وإصاباته كتيرة بيغيب نوعا ما عنده ظروف كبيرة جدا في علاج بنته ربنا يشفيها وعافيها يبقى واحد من لعيبة الحريفة اللي شفناهم في تاريخ الكرة المصرية لعيب مهاري وحريف جدا وممتع يعني ينتهي مشواره مع كرة القدم مع نادي زمالك في شهر تمانية في نهاية شهر تمانية القادم بإذن الله ونتمنى ان شاء الله يكون عنده القدرة ان هو يقدم الجديد مع نادي الزمالك في ظل إقاف القيد ان شاء الله يكون عنده القدرة انه يخش فورما بإذن الله وحازم إمام كمان الزهير الأيمن بيواصل تدريباته وانسيت أقول لكم كمان كنت بكلام على عشرف بن شرقي كمان في سيف الجزيري وايضا حمزة المسلوسي اللي أعتقد كمان اكتسبوا ثقة في هذه البطولة يعني تونس قدمت مباراة رائعة أمام المنتخب النجيلي لم توفق أمام المنتخب البركيني المنتخب البركيني فريق قوي وفريق محترم وخسرت المباراة لكن الجزيري وحمزة المسلوسي لعبوا في لقاءات المنتخب التونسي ولعيبة دولية ولعيبة مهمة فإحنا عندنا ستة زمالك وعندنا تلاتة مغرب وتونس عندنا تسعة لعيبة غير طريق حامد لأنه أنا بعتبره لعب دولي يعني عدي عشر لعيبة هينضموا لعودة بقى شيكابالا للمباريات بعد طول غياب شيكابالا ما لعبش ولا مطش في الدوري هتكون أول مباراة ليه في الدوري مع اسموحة ويعود أيضا للمطشاط الرسمية بإذن الله في المباراة القادمة أمام بطل أنجولا إن شاء الله القوام الأساسي والقوي لنازل زمالك يعود مرة أخرى ومع كمان وجود مجلس منتخب أول مباراة لنا رسمية هتكون أمام بطل أنجولا في وجود مجلس منتخب والمجلس المنتخب أكيد هيكون كله متواجد في مباراة السبت إن شاء الله الساعة 6 في إستاذ القاهرة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر